محمد شريف بس عايز اعف عن محمد شريف مبارح الناس برضو التصرع في الحكم ده شيء صعب جدا جدا شريف الاصابة بتاعته عبارة عن تمزق في العضلة الضمة هتبعده شهرين البعض يعني يوم الماتشو على السوشيال ميديا قالك شريف بيتهرب من المباراة وبتهرب من الماتشو انا ممكن اتفهم انه اللعيب ما يكونش موفق ما يكونش عنده افضل حالاته بس العيب بيلبس شريطة احمر يتهرب من الماتشو دي يعني استغربتها جدا جدا واللي استغربته ان هي بتطلع من بعض الناس اللي هما المفروض ان هما منتمين للنادي الايلي على ما يبدو ان هما مش مدركين ان ده من فعش يحصل يعني فعش يحصل على كل الاصعيدة يعني فدي كانت غريبة جدا النهاردة الاصابة بتاعت الراجل شهرين كامل شهرين كان فيه مين لعيب مين لعيب في الدنيا هي لبس شيرتة احمر شيرت النادي الاهلي يعني باهميته ويتهرب من متشاتığı ده الناس بتستنى متشاتة القمة دي تلعب موفق مش موفق بتستنى المتشات دي عشان تكون موجود ولا طبيعة الاهلي ولا طبيعة من ينتمي الى النادي الاهلي ولا حد ولا شخصية لعيبة اللي بتنضي فيه النادي الاهلي ولا تكون موجودة برضو تاني هناك فرق ما بين لعيب مقصر يعني ايه مقصر يعني ما عملش الوجب بتاعه بنسبة 100% كان عنده احسن فما عملوش اثر في حق نفسه فما جابش الفرمة بتاعته اول لعيب مش موفق بيحول بس مش موفق وبين لعيب هربان بيتهرب دي حاجة ودي حاجة تانية خالص ما بتتحطش الاتنين ما ينفعش تحطه في الميزان ولا ينفع حتى كمان ده يتقل انا بستعي بالحاجات دي الحقيقة انه تطلع من بعض من المفترض انهم بنتموا الى النادي الاهلي على السوشيال ميديا بيكلموا كده على لعيب عندهم في الفريق بالو العكس بدل ما يبقى حتى كمان ينتظر يعني ينتظر حتى يعني تصلوا المعلومة سليمة لا الناس عندها تصرع في الاحكام